بسم الله الرحمن الرحيم هذه الهيئة التي تسمى التنسيقية العامة لجمعيات المدارس القرآنية هيئة ولدت في 1 مايو 2008 يعني أنها عاشت ما يقارب عشر سنوات والهدف من إنشائها أيضا هو أن أحد شيوخنا الكرام وهو المسمى الشيخ مصطفى لوح الذي قدر الله أن يكون رئيسا للجمعية حاليا هو الذي فكر أولا في تلك الفترة التي كان يرأس بها جمعية تسمى جماعة القرآن وهي جماعة تضم علماء طياتها وزو أرزاق ولهم نية لخدمة المدارس القرآنية كان يأم هؤلاء يومئذ ثم بعده لما لاحظ كثافة جهودهم تجاه الدارات القرآنية والتي يمكن أن توسع من أجلها قام بإنشاء هذه الجمعية لتكون أوسع وخاصة لما لاحظ أن الحقوق التي يمتلكها أصحاب هذه المدارس القرآنية كأنها شبه مهضومة ومن الأسباب التي منعتهم من الحصول على هذه الحقوق عدم توحيد صفوفهم وذلك لكثرة الجمعيات القرآنية التي تنتشر في البلد وكل يدعي وسلا بليلاء وهذا ما جعله يبذل قصار جهده ليتصل بالمعنين بالأمر وينسق معهم أشير إليه ببعض الأشخاص الذين يهتمون بالقضية وعلى هذا الأساس قام ينسق مع كل الجمعيات القرآنية التي توجد في هذا البلد ويتحدث معهم وينسق معهم أيضا ولما أطلق الفكرة لبتها قرابة 14 جمعية في تلك الفترة وكانت هذه بمثابة أساس قوي للانطلاق وهم الذين كونوا لجنة تنفيذ لهذه الفكرة من أعضاء على شكل مكتب داخل هذه التنسيخية ثم شاء الله أن أقمنا جماعة وقلنا إن الباقي ليس إلا تيسير هذه الفكرة حتى ترى على الأرض الواقع وكان سيد له الرئيس الموفق الذي استعان بماله ووسائله الخاصة والذي جال ربوع السنغال بكاملها يعني كل الأقاليم وحاول كل المحاولة حتى وفق في هذا المشروع ولقد أبلغ إلى الحكومة السنغالية الفكرة حيث أعرب لها أننا نقوم بهذه المبادرة كمواطنين لهذا البلد وعليه لا نختفي في ذلك وهذه المبادرة تسهل لكم العمل يعني أنتم كحكامين لهذه دولة هذه المبادرة تسهل لكم لأنها ستجعلكم على اتصال تام بالمدارس القرآنية عن طريق منظم حتى لا يدعي كل واحد من الناس بأنه المسؤول الوحيد لهذه الدارات في هذا البلد وكانت هذه المرحلة قد صادفت فترة رئاسة الوزير كاليد جالو على رأس الوزارة التربية والتعليم في السنغال والسيد بكاي جوب الذي كان في الوزارة الداخلية وهما معا جلسنا معهما في موعد واستحسنا المبادرة لأننا قلنا لكم في الجلسة لا نريد منكم مالا ولا منصبا بل نريد فقط أن تساعدون حتى يتم الاتصالات بالمعنيين بالأمر في المناطق وكذلك أيضا تسهلون لنا الأمر في المناطق عند نصب المكاتب الإقليمية إلى أن نصل إلى مرحلة المكتب العام فبدأنا أولا في فاتي ثم منها إلى بقية الأقالم إلى أن عم الأمر ربوع الوطن يعني أننا بدأنا في المقاطعات ثم منها إلى الأقاليم ثم وجهناهم إلى ضرورة العمل مع المفتشيات وقد زار الشيخ مصطفى لو كل هذه الأقاليم والمقاطعات ولما أكملنا هذه المهمة حاولنا أن نعقد جلسة مع الرئيس عبد الله واد لتوصيل الفكرة إليه حتى يقوم هو بدوره كرئيس وإذا أراد أن يخاطب الدارات يجعل هؤلاء عن الجمعية همزة وصل بينهم وبين هؤلاء الذين يتحركون في مجال الدارات وفي هذه الجلسة مع الرئيس واد فرحا شديدا بالمشروع وسألنا كم يساوي ميزانيته قلنا له يساوي ما يقارب يعني 200 مليون لأننا لم نقم به من قبل ونريد أن نفتح المجال لتقديم دعوات إلى إخواننا الموريتانيين وغامبيين وغيرهم لنريه ما يوجد في السنغال ليتخذوه قدوة عند الحاجة استحصنا سيد عبد الله واد الفكرة وسهل لنا كل السبل واستأجر لنا فندق ميريجي زيادة على ذلك المادي ووفر لنا المأكل والمشرب كما قام الوزير بامبانجاي بدوره خير قيام وكذلك السيد سيرينبوب الذي وفر لناه باليوم الثالث كل اللوازن وبعد هذا اللقاء تم تعيين الشيخ الطاهر فالف في بير رئيس للجمعية في الوهلة الأولى وفي هذا المؤتمر وبعد هذا المؤتمر حدث توصيعات وتجديدات كانت على ثلاث مسارات وهي عناصر قوية داخل هذه الجمعية تديرها أناس أكفاء لهم درجات علمية رفيعة وهم يتحركون في مجال الدارات في مختلف المجالات إذن هكذا تولدت تنسيقية تحاول أن تصل إلى أهدافها المنشودة رغم أنه توجد جملة من المشاكل لا تستهان بها لأن جل الناشطين في هذا المجال تعلموا ولكن لم يجدوا تكوينا يؤهلهم بالقيام بهذه المهمة كما ينبغي وهذا من الأمور التي ينبغي أن نقوم بحلها مستعينا بالخبراء في هذا المجال وخلاصة القول في الجمعية تكون هكذا ربما في السؤال الثاني سنجد ما مضيفه من الأمور التي حققناها خلال هذه المرحلة شكرا لقد كنتم أن تجيبوا على السؤال الذي سوف نطرهه من المشاكل التي تواجهونها فهل من زيادة على هذه تعرف الشيوخ في الدارات يدرسون ويعملون لسد حاجاتهم المعيشية ولا ينتظرون من أحد العون ويعملون إذن دون مقابل من أحد مؤمنين أن الأجر بيد الله تعالى ومع ذلك يعانون واهتمام السنغاليين بالدارات القرآنية وتزايد عددهم فيها يوميا مشكلة من المشكلات لأنها من الضروريات في حياتهم لذا لا نتجرأ على تكليفهم أجرة معينة في حياتهم وهذا التسول ربما يكون نتيجة من هذه الظاهرة لأنها عبارة عن دفع هؤلاء الأطفال إلى الشوارع ليجدوا هناك ما يسدون به رمقهم زيادة على ذلك فإن الإمكانيات عند هؤلاء الشيوخ محدودة جدا منهم من يعيش عن طريق الزراعة ومنهم من يعيش عن طريق الرعي ومنهم من يعيش عن طريق السيد ومنهم من يعيش أيضا عن طريق التجارة ولكن هذه التجارة تجارة صغيرة لذا همتهم هي أن يحصلوا ما يستعينون به لإمساك هؤلاء الأطفال في الكتاتين وعليه فإذا ساهم أولياء الطلاميذ فهذا خير وإلا أيضا فالعمل مستمر هذه هي فلسفة العمل في الدارات بخلاف من يدخل في العمل بنية أخرى ولو وجدت هؤلاء الشيوخ في أماكنهم وفي بيوتهم لستغربت من حالهم ولكنه يرضى بذلك لأنه يتخذه عبادة ووراثة ورثاها كابرا عن كابر ولا يريد أن يضيع هذه الوراثة إذن بكل اختصار فإن المشكلات كثيرة جدا وهي التي دفع هؤلاء إلى إرسال الأطفال إلى الشوارع بحثا عن نقمة العيش وأهم الشيء هو أن نقوم بالعمل وبالإخلاص إلى أن يأتي الله بأمره أو تصل هذه الدارات إلى مرحلة التجدين وعصرنتها وعندئذ فستكون البيئة ملائمة والظروف فيها كذلك جيدة والدراسة أيضا تكون لها نتائج جيدة وسريعة خلافا لما كان بالأمس فقديما كان الطفل يمكس في الدارات ما يقارب خمسة عشر سنة والآن ثلاث سنوات فقد فقد نجد طفلا يحفظ القرآن من البداية إلى نهاية فيذهب إلى شيء آخر وهذا تقدم نباركه أما دورنا في هذه الجمعية فهو محاربة بحيث نجد طرقا وسبلا يعني محاولة بحس طرق وسبل لإيجار حلول ناجحة لها حتى وإن لم ننهيها ننهي بعضها هناك جمعية لمساندة الدارات ما هي الدورة التي تلعبها تعرف سؤال مهم جدا يا سيد جوم ثمت أمورا ينبغي التنبغ إليها منها نظرة الصحفيين تجاه هؤلاء الأطفال في الشوارع فهي نظرة ليست في حقيقتها ليس هناك طفل من الكتاتيب يتجول في الشوارع إن وجدوا في الشوارع فليس للتجوال وإنما للبحث عن المؤونة فقط لأنهم في الدرجة في الدراسة لا يجدون هذا الوقت وليس كل الأطفال يكونون في الشوارع وإذا وجدنا بعض الأطفال في الشوارع فإن وجودهم في الشوارع ليس إلا بحثا عن المؤونة أما نقل الأطفال من الشارع فمن هم هؤلاء الأطفال الذين سينقلون من الشارع إلى البيوت لذا نحن لا نتكلم عنهم فكل منا موجه إليه هذا السؤال يعني محاولة معرفة هؤلاء الأطفال الذين ينتظرون في الشوارع فإن كان هؤلاء الأطفال هم الذين ينتسبون إلى المدارس القرآنية فنحن نطلب من الحكومة أن تساعدنا من إخراجهم إلى هذه الورطة وإبقائهم في المدارس القرآنية لذا نحن لا نتكلم عنهم كثيرا وكل منا موجه إلى الأطفال يكونون في الشوارع ولكن للحاجة لذا القرآن على مرمى الحكومة بسم الله الرحمن الرحيم